موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام ويامر حبابكم معنا في حلقة يديدة من برنامج علومكم ولي نعيش فيه أجمل الأوقات مع ضيوفنا اليوم للسوالف والمتعة والألعاب المسلية حيز كبير من أوقاتنا في برنامج علومكم وأكيد يا مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة مشاهدين الأعزاء ضيفتنا اليوم تعتبر من أوائل الممثلات والإعلاميات في دولة الإمارات فهي كشجرة شامخة في تاريخ الفن الإماراتي تركت بصمة جميلة في المسرح والتلفزيون وأيضا في الإذاعة واليوم نصطديفها مع ممثل عشق المسرح منذ الطفولة نرحب اليوم بالفنانة رزيقة أطارش والممثل جابر النعيمين يا مرحبا بكم الله يسلمك أستاذي نحنانتنا مساتك الله بالخير مرحبا مساتكم الله بالخير والنور يا مرحبا و شو أخباركم أنا أسعدت يوم قالوا لي فيه لقاء قلت هذا جزيب يا مرحبا سعى والله نحن اليوم سعداء بوجودك إن شاء الله نخبر جمهورنا و حبايبنا كلهم متابعيننا عن الأعمال اللي نسويهم و ما زلنا إن شاء الله بنسوي بعض أعمال يديدة بس لازم يعرفون حب حب مثل ما يقولون ما ندس عليهم شيء هل ما ترى فنانتنا اليوم أنت كأول فنانة إماراتية دخلت المجال الفني في دولة الإمارات يعني تركت بصمة جدا جميلة في قلوب الكثير و اليوم حتى الجيل الآن اللي ما لحق على الأعمال القديمة اللي قدمتها للآن يشوف هذه الأعمال و يشيد فيها صح فخبرين عن هذه البصمة القديمة اللي كانت لتش و لا زالت تترك أثر حتى في الأعمال الحالية يعني تهيئ لي أنا جمهور الحمد لله متابع و يعرفون يعني كل شيء طبعا لكن كيف البدايات و كيف الحمد لله وصلت أنا وصلت إلى هذه المكانة الكبيرة طبعا فلا بد من هناك تعب شقة طبعا تفكير طبعا كل على أساس أنا أريح منهم الجمهور طبعا و أنا لكل يدري أني أنا ابتديت من شحفان صحيح المسلسل الجميل يا سلام عليكم اللي ما شفناه بعدنا و كأننا أول مرة صح هذا هو من أسس الفن الإماراتي أصلاً و الشاشة الإماراتية في الأعمال الفنية فنانتنا يعني ف يعني شحفان هذا من النوع اللي أنا أحبه يا سلام اللي اشتقلت فيه و كنت صغيرة طبعا فأنا لو تسألني مثلاً كيف وصلتي فما أدري الواحد ما يذكر لكن صحيح الأول يقولون الأطفال ما تذكرين كيف اختاروك في هذا الدور لكن الحمد لله نعم تضل ما تذكرين كيف اختاروك و حطوك في هذا الدور في مسلسل الجحفان هذا علاق الاختيار الاختيار لو تدري كيف هم يسجلون والله يرحم اللي توفى والله يخلي اللي باجين الله يحبهم في يوم يقالوا لي تعالي قام فيه عندنا سكة و ما عرفه دكاكين و قصاب و هذا ما يلا تتكلم يعني في السوق موجود نزين كان خطف أنا يوم خطفت ييته باخد باجلة عند أم خلفان وهي ستبين نعم كان يقول للمهرج تعالي انتي تعارفين تمثلين قلت شكاه مثل بعد قالت قولي منعطيش دور و قولي حالو قلت له والله إذا عندكم زين و بظهر في التلفزيون قال لي هاي و بتظهرينه يا أنا السلام فقلت أنا قلت له إن شاء الله فسرت يام يا أبو لي كان دورا و ما عرف شواله بتصغيرة تقريبا يمكن ثلاثة عشر بعد حشر سنة يعني ما صحيح فأنا طبعا يوم رمسني هون المخرج هو كان يتكلم على أساسي يمتحني أنا في الرمسة لكن أنا شويت يوم قال لي هنت تتعب عليمك أنت عادة الحين مرتين سألتي شو تبع قال لي هذا التمثيل يا سلام عليك والحمد لله و مشيت يعني و قاموا يعطوني أدوار و عبوني هذا والحمد لله يا سلام طيب أروح وياك يا بر ما شاء الله عليك يعني ما بسألك عن بدايتك لأن بدايتك جميلة و كانت فيها كثير من الصعوبات اللي واجهت في حياتك ولكن لعمل مسرحية الجمهور بصمة في حياتك وأثر لربما تركها وتعلمت منها أمور كثيرة خبرنا عن هذا العمل أول شي سلام عليكم و رحمة الله و بركاته وأنا أتشرف أني أكون معاك استاذي و في هذه القناة وأنا أتشرف في هذا المجال أنا أول شي بديت المسرح من يوم كنت صغير و كنت أطابع كل التلفزون وأول ما بدي نوعيت على الدنيا وأتتابع نفس ما قالت الأستاذة و فنانتنا رزيقة طارس كنت أطالع شحفان نعم و كنت وايد يعني أحب المسرح بمانا حتى ما بقولني كنت أشرت بس ما رد نقول بهاللمور بس أنا عشقته طبعا و بنيت حبه فوق حبه لين ما وصلت في هذا المجال و ما زلت و ما زلت أني أنا بعدني أتعلم يا سلام ما زلت بعدني أتعلم يا سلام طيب ولكن لي لمسرحية الجمهور قدمتها كانت أو أعتقد لها يعني أبعاد ثانية بالنسبة لك نعم فيك سويت كذا مسرحية كانت أو أصل للمسرحية تكون شي حق الجمهور شي يعني حاصل جميل فسويت كذا مسرحية يعني سويت و عندك قدرة عجيبة في تقليد الأصوات و تغيير نبرة صوتك والله عندي نبرة الصوت بس هذا كلها أشياء كلها كرتونية طبعا طبعا طيب مثل شو شخصية هذا شوي قصوصيات فيه ما أقدر يعني يا سلام طيب يعني اليوم نحن لما نعيش هذه الأجواء و يكون عندنا قدرة هائلة بيننا نحن ناخذ كاركترات و ناخذ أصوات و ناخذ أمور كثيرة جدا فنانتنا اليوم نحن نشوف الفنانين قاموا يطرعون على مستوى عالي بمقارنتهم بالماضي يعني أنا أتخبرت أنت خدتي دور رومانسية في أحد الأعمال اللي قدمتها دور الغزال و الكلام الجميل و شفنات بدور كان عجيب خبرين عن هذا الدور كيف اخترتي كيف شفتي كيف كانت تجربة بعد نسباتك شوف هاي أول تجربة لي أنا كانوا يدورون ممثلة عشان تقول حلو فما سبحانه ييت أنا و صادفتشان يقولوا لي نحن عندنا دور شديد شديد قلتني قلتني هات بنقوله ليش يعني معني أنا طبعا كومك أكثر طبعا أنا ما جاءتني بس هذا الدور قلت ما عليه على أساس أنا ما أخيي بظن جماعتي جميل قلت يلا قلت هاتو بنقوله حلو على أساس تجربة بس ممتاز ولقيتني اللي صادفت فيها الدور و قلت شو قلت أنا روحي أتعجب أقول متى قلت الكلام هاتو متى قلت الكلام هاتو هذه نوعية الأدوار اللي عندي طبعا لكن الممثل اللي يطولي في عمرك يأدي طبعا يأدي كل شيء مثل ما يقولون جسمه أفعواني مثل الأفعاء طبعا ممكن يقول مثلا الرومنسية الحب البعال شو الضرابة يعني كل الأدوار ممكن يأديهن لأنه فنان يعني يأديهن حبيتي هذا الدور فنانتنا حبيتي هذه التجربة أنا أعطوني دور رومنسية قلت لهم مرة ثانية تحملوا خلاص خلاص أنا أبوه ما في الحب حش ممتاز طيب ياظر عود لك اليوم في الساحة الفنية ما بين المسرح والشاشة أكثر الفناني يفضلون الشاشة على المسرح بالنسبة لك أنت شو الوضع أنا أول شيء مشيت في هذا النمط وعشقته يعني المسرح وخلف الكواليس انزيل فبعدين ما عرفت يعني عسبة عشقته ما يعني ما يريد أطلع على التلفزيون وحد يشوف نيوها خلاص تميت من أزل تذية في المسرح خلاص هي في المسرح بش ياتني يعني ياتني تشجيعات ما عندهم مثلين طوال أعمارهم ياتني تشجيعات فلازم أنت تطلع لازم الناس يشوفونك وانا الحين بديت يعني أمشي شوي 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 بفايل خطوة هذا إن شاء الله يكون لك أدوار في أدوار إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله بيكون موجودة إن شاء الله ممتاز طيب فنانتنا اليوم لحنا نشوف الأعمال الفنية ونشوف الأدوار اللي يقدمونها الفنانين نشوف أعمال جدا جميلة في دولة الإمارات يعني أباتش تخبريني عن أكثر عمل تابعتي واستانستي بشوفته شوف أنا قبل لا أخبرك عن هذا أخبرك عني أنا طبعا أول ما هيت يعني واشتقرت في العطوني دور صغيروني شوي والحمد لله يعني نجحت قال لي المخرج زين تابعي في بن عطيت أدوار ثانية قلتني إن شاء الله من زين يارنق ويانا كن برسم اللي يخطفون في السوق ومعرف كيف هو شاء الله شاء نصيد سيدة البيت هناك شاء نقول بنتكم تمثلت راهاكي خبر عليك خبر عليك تمثل اليوم يغ إلى الخال قابض العصة مطرس مطرق كان يقول يوم السيرين أو يا الريايل قلت يا الريايل وينهم قال لي يقولون أنكم بتظهرون في التلفزيون قالوا ما قال التلفزيون ما يعرفون تلفزيونها كل أيام قال لي بتظهرين الله هذيك في الرادو قلت نزينهم بظهر الرادو لا أحد يشوفه صح يسمحون صوت صح قال بعت راديني قلت أنا أقول لك الصح أنا ما أقول قال شوفي شوفي ولا يفلحت الباب ولا تظهرين ما يستوي يعاد أنا مرتبطة مع الجماعة طبعا ما يفعل الناس ما يفعل يوم عدى الله يهداك المومن هدى الوضع وهذا جانا يحق أمي قلت لأمي يا سراني هذا حليلي بنيتش وحده توسطيني وطالبيني يعيني شوفي إذا ما طعتي وسمعتي قالت لي بي بولة الشرطة تزيغينا بعتددي قلت شوفي شرطة شحقة قلت لأنك منعتيني أنا مشتركة مع الناس وما أخذ عنهم بيزات لازم عندش بيزات تعطيني نعطيهم بدال الدور يا السلام أنا محشة علي غرب شاء الله وش عرضت سيري فأقول لك هاي ما أنسى قف الله الباب علي يوم عدى الصبح بس على الباب ما طعي يتبطل قالوا بتمين بليوع لأن الخال بتمين بليوع قلت لحه لحه الله يهديك يا الخاء وش اللي كنت يلحم في هذا كان يقول لها سيري بين الريايين قلت لزين وش يسوي قال شوفي وديني وياك وأنا بحرست قلت لإن شاء الله هذا الزين زين شورة طيبة يعني شورة زين قلت لأ أنا أتمنى تقول لكم زين جلسنا عادة تدري أن تلول الناس شوي يعبوهم صحي تمي تريأ شو يصير شو بيصير وانك لم يبي أن تجذبين علي قلت هذا الجيد قالوا هاي ناس نفي أنه記 عن الواحد يرمس و يرد הג ثاني قلت هذا هو هذا هو يا ليه انظر للصح بالشيء حش لو تبعني أسير ساعة وأرد هم شيء تسيرين من حبي ومن ذاك اليوم أنت خلاصة تبطي مع الفرد و بالعدوار حبيتي هذه الشاشة صرت معروفة وعرفوني نعم عرفوني أفعليك حبيتي الشهرة يا سلام هذه مشاكل تحلها للناس للأهل بالنسبة لك يا بر متكلمنا عن الشهرة أكيد الموضوع هذا في مخيلتك في يوم الأيام أنت تكون في هذه المكانة و ستكون من المحبين ما بين الجماهير على شاشة التلفزيون أو حتى في المسرح أكيد لك جمهورك في المسرح ولكن قريبا إن شاء الله في الشاشات سيكون لك جمهورك و ستكون أيضا من ضمن المشاهير في الساحة الفنية هل حطيت تصور لهذا الأمر هل حطيت بعض المواقف في بالك راح تصير لك في مستقبلك والله شوف دائما أنت يوم تطلع فوق لازم تجيك عقبات طبعا ولازم فيه اللي يكون معاك زين واللي يدمك واللي كل شيء طبعا فأول شيء أوجه تحية حق أمي الغالية لأنني كانت هي تشجعني الله يحفظها نعم كانت تشجعني أمي وأنا عشقت هذا هذا المجال عشقته يعني كنت وأقول إن شاء الله أني بستوي نفسي فلان إن شاء الله أني بصعد إن شاء الله تميت شذي الحمد لله رب العين وما أنسى الفضل بعد والتوجيهات للفنانة رزيقة طارس يقول ترى اللي يمدحك في ويه هكي يدمك لكن أنا لا أنا من كل قلبي لا عم فيه تشجعني وتقولي سو كذي وسو كذي لا تكون كذي ولا تكون كذي وهي حاضرة نعم يا سلام عدلت لك في بعض الأحيان في اختياراتك لبعض الأدوار يا بر نعم وكان حتى كان الكلام قريب بعد يا سلام صح أستاذ تي في عمل مسرحي كان لا كان شيء يكون خاصا بيننا فإن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله يعني فيه في مفاجأ قريب إن شاء الله نقول الله يوفقنا يا ربي إن شاء الله إن شاء الله يوفقنا بس طيب فنانتنا شو رأيت بيابر كموهبة فنية اليوم بكل صراحة نبغي الحين نصدمها في رايت فيه لا بالعكس هو شاب وطموح ومدام هم عند هذا الخط يمشي وإنما أنا مثلا مثلا بستحي وما عرف الشو ويمكن ما قديت عدل لا بالعكس صح يقول اللي عنده طبعا اللي في نفسه يقوله ربما الجمهور نزين يأيده نعم صح فيه شخصيات وايد تظهر مبله هناك صحي ولكن حتى أنهم هم يعني شخصيات تظهر وتروح ما حد يذكرها ولكن في بعض الشخصيات اللي لو العمل يكون مر عليه سنوات ولكن يذكرون بأن هذا أدى في يوم الأيام هذا الدور هذا صح ليش لا وبعدين ما دامهم خابها شغلة يمشي بس فيه شيء أنه يعني ما يتأخر في حالة البروضة صح أو في حالة مثلا يعطون الدور يقولوا له ها شوف يعني لازم باشر تينا حافظ حالو صح لازم يراجع الدور لازم يدعك لازم يراجع لازم يراجع لازم يراجع ترى التقطيع هذا يخرب التبتين يعني المشهد نفسه صح صح فأنا أرجو مبله كل أولادنا شبابنا فنانينا يلتزمون بال الوقت في المسرح أيوة وقت البروضة مبلحين المخرج يالس وهو بعد حضرته ما وصل ما يستغل أيو الله فعلا صح عشان شي قالوا بأن المسرح هو أبو الفنون ويعلم ولا زال المسرح يربي الآن الالتزام والفن الحقيقي ويعقفها يأهل الفنان بأنه يتوجه إلى الشاشة الذهبية طيب فنانتنا وأيضا يابن راح نروح شوي بسوالفنا وراح ندخل أعمق في بعض الأسئلة وإنسان الله راح نستانس بوقتنا معاكم ولكن الحين راح نطلع إلى فاصل مع مشاهدين الكرام وعقبل نعوده فخلكم إيانا يابن راح نطلع إلى فاصل يابن راح نطلع إلى فاصل طبعا طبعا فنانت رزيقة اليوم نحن أجوائنا جميلة معاك و برفقك و الفاصل الجميل اللي طلعتي مني شوي كان يعني أنا تعلم منك أمانت أن أنت تعلمينها بالفن و بالإعلام و في أمور كثيرة جدا نتعلم منك أنت يوم باتي بتخلص الحينة يعني هذا خبرني بس أنك سوي ستوب شوي زين طوالت طيب و عندك الحية زين لا حيلة ما على يقول زين فنانت أنت كان لتش تجربة في الإذاعة و التلفزيون من الناحية الإعلامية يعني فكرت في يوم الأيام منتش تسمرين كمذيعة و تبتعدين شوية عالفا شوف أنا كمذيعة أصلا أول ما داشيت الإعلام كنت مذيعة مبتدئة صحيح في يوم تيديت دش المذيعة داخل بتقدم أخبار ولا بتقدم أقنية قالوا لي سمعي يلسي وتحمل تكحين ولا شيء تخالبين علينا و قالوا لا ما عليكم بسقت مرة بسقت حلدي مزين مزين فعندنا مذيعة وعند كانوا أولا ما بتدت الإذاعة تزمت يبون منبرع صحيح فدخلتنا أنا أقول لها عند الباب و هي أول داشي اسمها آمال هي تذكرينها هي ذكرها جيد كان أقول لها أستاذ غالتا قلت العادة أنا أقدم أنت أنا شبعت و أنت تقولين لها قدمنا لكم و أن نقدم لكم حفظتي بس أنا أقول هم أقول شديد قالت قولي كان أقدم كانوا يقدمونه أقعاني تدري منقوعات صحيح قدمنا لكم من كذا إلى آخرين من الكلام كان في ذنبه و لتلفزيون كان أقول لها أنا أقدم حين قالت يا ره كان تلفزيون إذاعة كان أقول لهم سيداتي سادتي مساكم الله بالخير نحن عندنا أربع أغاني شو اللي فاختاروا أم منها يوض المذيع قاد قالت الشو هادي قلت هيس راكم تقدموا لها قاني فأقول لك هادي أول مرة أقول أول مرة و يبتي فيها كان أقول لها بس قالت لا يا بنت الحلال ما سمعين لنا حين شا نقول قلت لها ما علي أول مرة أول مرة يعني هي أختاروا لهم تدبوني زاعة شدرهم بشو اللغاني أقول لك فيه أشياء تمر شديد على بال الإنسان يعني ما وهذه كان تجربتك في الإذاعة أول تجربة لك في الإذاعة طيب ما فكرت استمرين بعدها لا استمرت أنا في الإذاعة كم كملت فيها؟ كم كملت فيها؟ تقريبا في الإذاعة خدت أكثر من سبع سنين ما شاء الله بعدين دخلت مجال التمثيل والإعداد والأخراج ممتاز فالحمد لله يعني وقت فكان يعني وبعدين هو المذيع لازم يكون ملم بكل شيء طبعا عشان يعطوه يعني يقول في يوم من الأيام مثلا ما يكون المذيع مش موجود مثلا أو ساير تأخر عند نشرة نعم فلازم لحد يساعده صح لازم تكون الثقافة حاضرة بعد يجب أن تأخذ يعني تكسب ثقافة معرفة كل الأشياء هي لأن الإذاعة مهما كانت يعني الأم طبعا ممكن أن كنت طبعا منبار والحين نسبة المستمعين في الإذاعات بيرة جدا يعني أنا تأسيس إذاعة صحيح وبعدين علمك الإذاعة تعلم للقاء مخارج الحروف جيدة صحيح طبعا كل مذيع إذا ما كان يعني تدرب على الشيء يعني هذا طبعا طبعا فالإذاعة هي تبدأ بأساس المذيع بأن يكون منطلق في حديثها منطلق في بعض الكلمات التي يستخدمها المصطلحات نعم طيب يابر يعني اليوم تشوف فنانية كثير نعم توجهون للإعلام وأصبحوا مذيعين صح ما تفكرت في هذا الموضوع والله ما أفكرت ما أشكت نفسك في يوم الأيام بمخيلتك بأنك تكون مذيع أبدا فكرت أني في المسرح وفكرت إن شاء الله في التلفزون يعني كل خبز خبازة نعم يا سلام ما أقدر ما تعدى حدودي ممتد خلني على الخبز اللي أنا فيه يا سلام الله يعطيكم في الصحوة أنت يعني قدمت عمال مسرحية كثيرة يا بر ولكن أيضا لك تجربة في الأفلام القصيرة نعم خبرنا عن هذه التجربة سويت الأفلام القصيرة مع المخرجة عبير عبدالله ومساعد المخرجة سعيد الشحي هلو من رأس الخيمة فكان فدقولي التلفون فكان هو يوم جميل حقي وكان توى افتتحوا السلامات اللي في السعودية يعني هذا الشيء قريب كان جميل وصورنا في أبوظبي كان وكان يعني بيكون أحسن مخرج وأحسن كاتب سيناريو يعني وأحسن أداء بيكون مثلين اثنين كانوا طالبين بس جميل طيب يعني اليوم في ظل هذه الأعمال اللي موجودة في الساحة الفنية فنانتنا رزيقة وين تعمل المسرح ما نشوفت في المسرح الحين ما نشوفت قد تقدمين أعمال مسرحية شو السبب أنا اشتقلت حوالي سبع مسرحيات وبعدين ما صاروا يقدمون ما يقدمون لنا شيء يعني كل المسرح اللي يقدمون هو المسرح التجاري حاليا المسرح التجاري فأنا ما ما استهوتتش أدوار ما استهوتت مسرحيات مكتوبة لي أنا هلو لأني بأديها طبعا فما استصقت لأننا المسرح حلو وبالفنون وكل شيء لكن جماعتنا ما قدموا طبعا يوم يا علينا نحن الدور وقفوا الشعب يهسا طبعا أتمنى أن تكون هناك عندنا أعمال مسرحية لأن العمل المسرحي جميل وأن المسرح أبو الفنون طبعا أعمال يعني تقدر تقول فيه كل اللي تبغيه يعني تحل مشاكل مشاكل آخرين تسمع يعني آراء وأن المسرح واي تحلوا صحيح طبعا ويشجع المسرح طبعا ونحن نمشي من وراه طبعا راضين بكل شيء طبعا لكن نبغى مسرح شوي مسيرحية عشان نقول مهم و بارك الله في الشباب ما شاء الله عليهم ما شاء الله هناك مواهب كبير إن شاء الله فيه معاهد صارت عندنا وفيه يعني الحمد لله ممتاز طيب فنانتنا أنت من الفنانات الإماراتيات اللي حافظوا على التراث والعادات والتقاليد في كل أدوارك يعني أنا وين ما أشوفك في أي دور أنت الطابع الإماراتي موجود معاك يعني هل أنت تكوني حريصة على أن هذا الأمر يكون معاك أو له شيء فطري فيك أنت على سجيتك وهذا الأمر يحضر معاك في أدوارك لا بالعكس أنت تحرصين أنا دايما أعتز أنزين أعتز بأني دايما ألبس مثلا حتى الملابس حتى في المسرح أو في التلفزيون أو بلاده لبس بلادي يا سلام لأني أنا يعني ما يوز علي ما علي يعني آسفة مثلا البنطرون والقنيس وهذا ما يستنوني فاللباسنا حشمة طبعا ونحن نحب الحشمة لأن هذا اللي تعودنا عليه حلات العباء والمخوّر أحيان ونحن لدينا العباء غربروها مسكين الله المستعان طيب يعني اليوم نحن جهزي لكم أمور كثيرة وراح نرجع لأيام وسنوات مضت ويمكن كنا نستمتع في هذه الأوقات ونستمتع بهذه الأيام وكانت إحلامنا بسيطة جدا تختلف عن إحلامنا الحالية نحن نجهزي لكم أرشيف سنشوفها مع مشاهدينا وعلى قبل أن نعوده نتابع ترجمة نانسي قنقر مثل ما طبعا تابعنا هذا الإرشيف كان هو رسوم متحركة قبل أن أبتدي معاك فنانة رازيقة أروح ليابر تذكر هذه الرسوم يابر نحن لو قلت أن أتذكر الرسوم يعرفوك مع مري ها شئ لحب نزيلة طيبين نعم هاي رسوم سيدة معلقة صحيح نعم يعني كانت أيام جميلة وكانت بسيطة كانت أيام حلوة وبراءة شو تذكر عن ذلك الأيام سيدة معلقة هاي 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 حضرتيها هاي يا الله نطالحها لأول نحن نجمع يا السلام هاي سيدة معلقة معلقة سماونا بلعقا هاي معلقة هاي سيدة معلقة وسمونه فيلم عنتر وعبلة عنتر وعبلة هاي هذا نطالح يوم يجل سنة فيزر وين ساير بس السلمة شو تسوين بطالح أنت رعب قالوا البارحة شايفت النقد استمعوا شو ما رحاني بطالح جتل سبعين وين بيجتل المية طالح كيف تفكير له يا السلام طيب هذا كان ما أعتقد كان يأديه فريد شوقي صح؟ هي هي لا سراد مونير صحيح نتذكر التلفزيونات القديمة فلانة تذكريها هاي 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 يمكننا نعدل حتى الأريل أرشة وتعدل الأريل فوق هاي وين تضبط صورة عاد وتطلع قناة قناتين هاي وين نشوف وين نتابع هو وين خرب هذا المهب الأريل المهب سروا عقله والأريل أي أريل هذا الإرسال أيام أيام هاي استخدموك كرموت قبل يا بر وفجود هذه التلفزيونات أذكر كنا نوقف نحن هناك عن تلفزيونا والله خلوني وايد والله رموت والله شراتك نفس المعاناة وكنت نفرح يوم نلف شوية طلعت قناة السعودية صحيح كانت تطلع أبوظبي ودبي والسعودية بعد شوي يلا يلا كانت كانت تلقط شوي وكننا نتابع فيها بعض ورسوم أذكر كانت فيه فترة العصر نعم فترة العصر نحن لازم نتابع الرسوم المتحركة اللي كانت وحلى شيء الصباح قبل أن نروح المدرسة كانوا يحطون صباق الهجن هي صح صح يا سلام على هذه الذكريات الجميلة يا سلام يا سلام فيه بعد كنا نحطون سلامة هذه لقوم البطة هذه وعيال البطة السودة بعدها عيالة ثلاث من ديار أذكر ولله بس كرتون قديم لا كان كرتون قديم كان هو الوحيد لأنه ستطالع كبار وصغار صح يوم تيز لقيمهم كلهم مصطفي عسوة طلع ممتاز بما نتحدث عن كرتون فنانة الرزيطة لم تفكر أنك تروحين لأعمال الكرتونية تأديم بعض الأصوات بكاركتر خاص فيك بكوار خاص مصطفيك بل أنا اشتغلت وائد اشتغلت كرتون أصوات تقليد الجسم وائد ماذا الأدوار التي أحبتيها أحبتي الشغل فيها أو الدور فيها أول ما يقولنا المسلسلات الكرتونية اشتركتنا فيها مما اشتركت لكن عدة أدوار لا أستطيع أن أقول لك وائد لأن هذا الكرتون لا يزيد عن مثلا أمية حلقة صحيح لا يتذكر ما قلت و ما قلت لكن بالأحر وائد حلول ليش؟ لأن الهال يستمتعون استمتعون يفكرون أن هذه البطة هي التي ترمس يا السلام هي يعني يا السلام ما رأيكم نروح لتحدي ثاني فناة رزيقة و يابر اليوم نحن الفن الجميل يعبر عن تآلفنا عن تماسكنا عن تعارفنا لبعض وحبنا للأعمال التي نحن نقدمها و نعتبر أنفسنا أسرة وحدة في كل عملا قدمها فناة رزيقة و إما أنت تعرفين يابر تعرفين عن بعض الأعمال نصحتي في أكثر من مرة في بعض الأدوال التي نقدمها هو بعد أكيد يعرف عنك أشياء كثيرة جدا فنحن جدامنا و الله يمكنها نحن 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 نعرف هذه المعلومات جدامنا نحن الواح كل واحد منكم سيأخذ واحد طفاق عقم أبو يناولنا الوح يا سلام يا سلام رجعت حين الأيام المدرسة و لكن قبل كانت طبشور طبشور حين تطوروا حين تغيروا الحين صبورة الذكية الحين شيء يا سلام طيب أنا راح أسأل سؤالين لك فنانتنا الرزيقة و أيضا سؤالين لفنان نيابر و راح تكون في نقاط يعني إذا كانت الأسألة موجهة لفنانت رزيقة و كانت نفس الأجوبة النقاط راح تنحسب لك و العكس صحيح اتفقنا و راح نشوف من راح يفوز معنا في نهاية اللعبة يرى قول بشوف السؤال الأول راح تكون موجهة لفنانتنا رزيقة للحريم فقط هاي بس عندك لحية عندك لحية عندك أكيد عندك لحية طيب السؤال الأول يقول اللون المفضل بالنسبة لك فنانتنا ما أحب الألوان عندك؟ أكتبينها لا تقول لنا أكتب ما أقول نزيل و أنت بعد راح تكتب ما أكثر لون هي تحبه؟ و لازم يكون إجابتك صحيحة عندكم ثلاثين ثانية إن شاء الله كتبنا كتبتي؟ نعم نشوف إجابتك؟ الوردي يا السلام راحت لك يا عبا البر لماذا الوردي عاد؟ الوردي حلو يا السلام و نثوي الوردي أنا أفضل لما تلبس مثلا الكندوراك و فيها بالنسبة للحرمة طبعا تلبس كندوراك و فيها وردي حلو تعطيب طبعا هذه لون الورد يا السلام ريحة الورد يا السلام يا السلام طيب السؤال الثاني حي لازم تشدحي لك لا غرب أتني شو سأب لازم تشدحي لك بواحد اللعبة هي اللعبة طيب أكثر كلمة ترددها فنانتنا الرزيقة ترددها دائما هي كلمة وحدة و عندها دائما ترددها في أكثر المواقف عندها لزمة خلاص هذه أظن سهلة ها يلا سجل ثلاثين ثانية و طبعا الوقت يطوف ها سجلتوا يلا نشوف الإجابات أهام و همي أتوقع غير تبتعر يا الله عندك كلمتين أنا شخصة و ما أعرفت أحياني وحدة يا سلام عليك و ما أجمل اسم رب العالمين الرجل دائما فيه في كل الأوقات حسب يا الله يا الله يا سلام عليك الآن أنت غلطية لحد الآن وأنا غالبة ها أنت غالبة الآن عاد الأسئلة تكون موجهة ليابر يلا لازم بعد تكون إجاباتك نفس إجاباتك إن شاء الله مزيد السؤال الأول أكثر إنسان يرتاح ليابر في أعمال المسرحية دائما يلجأ له في أعمال المسرحية و يأخذ راية و أنت تعرفينه يمكن زين ما زين يلا إن شاء الله يمكن تعرفه أكثر يعني هذا بالنسبة أكثر شخص هو قريب منه في الأعمال المسرحية اللي يقدمه و يأخذ راية في هذه الأعمال يحضرت اسم أنا لم أفهم كيف يعني أنت تباني أجاوب أكثر شخص يلجأ ليابر أكثر شخص أنا أحبه و يسأله عن الأعمال المسرحية يسأله عن الأعمال المسرحة خلص الوقت أنت سجلت ياابر أنا ما أدري سجل إسم ممكن يطلع صح قلنا قلنا سجل إسم ممكن يطلع صح سجل إسم ممكن يطلع صح بس جذي يعني أنا في الطريج كنت أقولها ترامنه لكن يمكن إن شاء الله تذكر نرى خلصته سالم سالم النعيمة سالم النعيمة أكيد نوجه له تحية و نرى هنا كيف سجلت كتبت أنا أحياء يا سلام عليك يا أخي أعتبر إجابة صحيحة هذه لا جدال عليها لا جدال عليها هذه محسوبة طبعا وهذه نقطة أروح أروح للسؤال الثاني أنت ساعد تدور ما دون نعب يشتبع هذا أروح للسؤال الثاني الآن سأذهب للسؤال الثاني السؤال الثاني عاد هو الذي سيفصل ما بين الفائز و الخسران في هذه التحدي يفصل يعني إن شاء الله إذا جاوبت صح أنت الفائزة فنانة و إذا لم تجاوبت ستكون متعادلين نعم انتفقنا؟ نعم أسأل سؤال سهل ما هو اللون الذي يحبه يا أبر؟ الأطفال يحب دائما أنت تقصدين اللون الأدوار التي قدمها؟ نعم لا أنا أقصد الألوان التي يحبها اللون مثلا أنت قلت تحبيه الوردي نعم ما هو يحب؟ قال أزرق سجلي عادة نشوف بعدها نشوف عقب سجل سجلي 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 يلا اكتب لي إجابة فنانة نازل ها اكتب لي إجابة ما هو اللون؟ أزرق ها أنت بعدك تفكر يا أبر ما هو اللون اللي تحبه؟ يلا يا السلام الأزرق و عندك شو سجلتي؟ أزرق يا السلام يا سلام فازت عليكم هذا التحدي لا لا ليس متفوز علي؟ شوف اللي يفصل التحدي لي طبعا الفقرة الأخيرة عندنا أشياء كثيرة فيها و عندنا ألعاب بعد راح نلعبها و راح نحاول نتسلى و نرجع السنوات القديمة فنانتنا شو رايج؟ يا رايج يلا أخلي الفاصل عنده شو رايج تطلع الفاصل مع مشاهدينا؟ طلع الفاصل معهم خبري هم فاصلوا بورجعاتك نأثر بالفاصل؟ يا شباب يا جمهورنا يا جمهورنا يا جمهورنا أبوي أنتوا عادة هناك كاميرا تتمل هناك كاميرا هناك رقم أربع مكتوب عليها هي هذه؟ نعم هي إن شاء الله عليك ترييونا شوي لا تظهرون ولا شي من لا تلتهون اللي يعني بيشرب اللي في اليالك هو يشرب و يرد سريع هي فرهامة بنتر إياكم يلا قوهد مثل ما يقولون موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا رجعنا لكم في الفقرة الأخيرة من برنامج علومكم والذي فيه تحدي الكيرم فنانتنا ما خبارت في هذه اللعبة؟ يا والله كل ما ضربناها مثل ما يقول قم دقناها هاية عوية والله هاتشوفوني ما يتياتش؟ لا لا الحين حظت بيقم إن شاء الله الحين الكسر عندك نحن ما شعنا باش الله بحط عقب بيدي يلا بنتجوه أول كسر يلا بسم الله بسم الله بحط عقب بم يا سلام عليك يا سلام عليك يلا عندك ما خانية مرزاني برغو يوم الطيحين بعد تكوني وراها بعد يلا عندك هذه سواء سعد أن يخصمون علي خمس ها ها إذا طيحتها بأن يخصم عليك بس يلا عندك يا بر زين زين الآن تكوني عشر هني هذين بس يسدن ما يسدن لا الآن الآن بطيحين أكثر الآن العين على الخمسين يلا شو رأيت أنا أجرب يلا يلا أجرب يلا أنا في فريقك يلا أنا وياتنا تعاون عليها يلا ويدي شكا هاي شكا هاي ما رمط بي ما رمط بي ما رمط يلا عندك تعالي يا الخمسين وفكينا يا السلام يا السلام ها روح ها ما لك يا بل تشوف 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 بايت ها ما تشوف يبالك يلا كثيك المحارمين القدامة ولا ش رأيت نعم لا القدامة ولا الإدارية يا إيا يا السلام لا تشوف منك العين بتي عندك يا يلا ها يا السلام الله يا بعض الناس روح UMA يبالعين صح يبالعين وا يبالعين مرة ما صلت عيني به هاجي يا السلام عليك يا السلام عليك ال� surreal th where where here doors بسم الله انشاءالله انشاءالله لا سارت خارج لا هس 처음 هلت والله يلا أنت نج هو وكأنه خارجي من نج يلا آسل نه 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 هذه لوديد إنية و التكودات الحمرة الحمرة ياها السلام عمبالله يه بدين نخاف أعمارنا ما هي أنت بتغنيب هنا لا إله الله لا إحباة رب العين الذي أعطيتها في حين احنا أرى الشيء بنشوف بنتشوف يلا كان بيطيح الخمسين بسم الله الرحمن الرحيم لين عندك شكري عليها الفاتحة يا بوش بسم الله الرحمن الرحيم المرة الياية 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 عني طيحة لين عندك ما لا نصيب فيها ما لا نصيبنا موجود موجود طيب يا برلعب لين ما أسول فناو و نشوف آخر شيء إذا رمت تغلبها أكثر هاي أنت بعد عندك الحقيقة فناتنا حين الأعمال الجميلة اللي نشوفها على الشاشة الإماراتية اليوم الأعمال تهوقت بشكل كبير جدا على منافسة خليجية و عربية كيف تشوفين حين الفن الإماراتي اللي يقدم على الساحة الفنية كامل المسلسلات أو حتم المسرحيات بالعكس نحن نهوة الفنية عندنا و خصوصا في الدراما تقدمت وائد صحيح و بعدين لابد هناك مثلا من الشباب اللي خرجين من العاهد ترى هذا لهم دور صحيح و بعدين و شاء الله عليهم في كل شيء سواء في الكتابة في الأخراج فهذا فن و فنون المسرحية أيضا أكثر أتكلم ما شاء الله كل سنة يحصلون على جوائل طبعا و دولية خارج الدولة يعني الحمد لله عندهم شبابنا يبشرون بالخير صحيح و الفن عندنا فن الإمارات يبشر بالخير و الفن عندنا راقي طبعا يعني لا يوجد أسفار و في رسالة و في شيء جميل أقدم في رسالة و في رسالة هذا المطلوب لنقدم شيء ما يستوي طبعا فماشاء الله عيالنا ما قصر كلهم أكادميين صحيح و ليش نحن يعني التفريق طبعا التفريق أحسن شيء ليش لأنه بيكون مرتبط صح بهذا الشيء يعني بل بس طبعا و ما شاء الله عليهم بلدى صارين جوائز كل سنة محرجانات صحيح فهم نبقى شدون من حينهم نشد نحن من حيننا عشان نوصل إلى ما وصل الناس القبل وبعدين نحن مبقى صور علينا كل شيء موفر لكن لازم ننتقي أهم شيء ننتقي المسلسل أو المسرحية التي تحضم المجتمع طبعا طبعا وسيدي الشيخ سلطان الله يحب الله يحب ما قصر حاطنهم كل شيء صحيح من فترة بعد كنا في مدينة كلبان نشهد مسرحيات كلباء القصيرة طبعا كانت في أعمال جدا جميلة قدمت في هذا المسرح يابر ما شاركت في هذا المهرجان في هذا السنة ما لا ما شاركت شو السبب ما في سبب ثاني بس لأن ما يعني دور ما يعني دور في أحد المهرجان فإن شاء الله يمكن تكون مسرحية إن شاء الله بدباء فجيرة إن شاء الله شفت بعض الأعمال التي قدمت في المهرجان يابر نعم شفت مسرحية عكتب النعل وموجودينها ربعي هم مشاركين أعرفهم طبعا كيف تشوف الشباب والطاقات الموجودة في المهرجان حلو تحسن أن هذه المهرجانات تخرج الطاقات عند الشباب وتخرج الموهل وتخرج الأجيال وتكتشف وتكتشف الأشياء الحلوة التي فيهم الطاقة التي فيهم لازم تعطيهم فرصة يخلوهم مدفونين لازم يطلعونهم لازم يخلي على الأقل لو دور دورين أنتوا بتشوفوا هذا كيف نعم أنصحهم وحلو طبعا معروفة طبعا الشارجة أم الثقافة صحيح أم الثقافة الشارجة صحيح عاصمة الثقافة ومن يتخرج المسرحيات من الشارجة طبعا يعني دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد الله يحفظ حاكم الشارقة هو بالنسبة لنا أب وأمانة أن أب معلم لنا في كل مناحة وكل مجالات الحياة لنحن بحاجة إليها صحيح والفن هو أحد أساسيات الإنسان اللي لازم يتعلمه و لازم يتقنه و لازم يكون جزء من حياته بأهمية المسرح أهمية الفنون اللي تقدم و أهمية رسالة الفنانين اللي يوقفون على خشبة المسرح طبعا لأن هذا لازم أغراض وسيدي الشيخ الدكتور سلطان قسم ممقصر في هذا صحيح و يوصي ليمن يوصي على هذا يعني مو بواحد مثلا ما اللي يقول لك لا براية لا بالعكس يعطوني مجال صحيح مرة مرتين و الله يطول في عمره آمين و هذا نحن ما بننساه كل فنان على أرض الدولة و ما بينساه أفضاله صحيح دعم و أمانة و الله يخليني و الدعم المستمر فالحمد الله بس باجي علينا نحن عاد شوي يعني شبابنا يشدون يشدوا حينهم صحيح و تدري ليش يمكن أن تشوف ما تلومهم ممكن يكون هذا يدرس صحيح هذا عند حالات هذا يعني فيه يعني ممكن يدرس التعليم و إنما ما فيه يعني أي عايق صحيح طبعا طيب شو رأيت رحيم فنانتنا و يابر نشوف من هو فاز في هذه اللعبة يابر شألني الله هذي لك صح نعم عشان ما نكون ها هاي ولا تزعل هذي عشر عشرين و هذي خمسين هذي سبعين سبعين أنت عندك هني عشرين أربعين خمسة واربعين خمسة واربعين و هاي وحي بعد زيدون هاي خمسة واربعين بعد نزيد شيء أنا حرمة على أنت ريايين هاي أنت ريايين أنا حرمة ما عليه بدنا بندهم على طاري الحرمة و الرياية ايه يعني أنت فتحتي باب الآن انت أنت الحين قلت في مرة من مرات فنانتنا قلت و بدلت مقولة كنا نعر بأن مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة ايه أنت الآن قلت وراء كل امرأة عظيمة رجل ايه رجل غيرت المقولة و أصبحت عيضة لها مفهوم يديد لنشجع الحرمة يا السلام يا السلام و الرجل دائما داعم المرة ما شاء الله هو ريال ما علي أن يتحمل بس الحرمة لا تزعى النار يا الله صدكتي صدكتي لا نبزع على طرفين يا السلام طيب شاء رأيكم نروح للمسابقة اللي بعدها مسابقة ها عيال بوي أنت تكوني مكانت و نحن راح نشوف أسئلة في عدنا طبعا صناديق ورانا خلت أنا بيبلت السؤال اللي عندت يا الله أنا بختار لك صندوق و إن شاء الله يكون سؤال سهل طبعا هذه صناديق فيها أسئلة نعم و راح نسألكم الأسئلة و لازم تجاوبون هي تعتبر على يعني في الصندوق الأسئلة في الصندوق الأسئلة حظه نصيب شو تختار يا برب جوياك أي صندوق تختار اختار الصندوق اللي علمين فوق هذا نعم نشوف سؤالك شو راح يكون إن شاء الله نعم يا الله و سؤالك يقول شيد البيت في القرن التاسع عشر يتمتع بتاريخ يمتد نحو قرابة المئة و خمسين عاما و يحمل بين جدرانه الكثير من الحكايات عبر سنوات نشاطة و رسمت عبرها تاريخ إمارة الشارقة الحديث و يحتضن حاليا أنشطة مركز الشارقة للفنون و طبعا يمتاز بأهميته في إمارة الشارقة و العديد من المعارض و الفعاليات و و رش العمل فما اسم هذا المكان اللي نحن ذكرنا تفاصيله بيت شو طبعا البيت هو يمكن قريب من أول حرف سين مع وجود التاريخ سين بعد السين رأ قول 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 شكرا يحمل السر لا أعيد لك للهذا سؤال عشان عارفه بس شيد البيت في القرن التاسع عشر يتمتع بتاريخ يمتد نحو قرابة المية و خمسين عام و يحمل بيت جدران الكثير من الحكايات عبر سنوات نشاطة و رسمت عبرها تاريخ إمارة الشارقة الحديث و يحتضن حاليا أنشطة مركز الشارقة للفنون و العديد من المعارض و الفعاليات و برش العمل فما اسم هذا المكان بيت سين رأ وبعدها كاف سين رأ وبعدها كاف وبعدها ألف وبعدها لام بيت السركال بيت السركال عدالة كنت تقصد ممكن الثاني عدالة بيقوم نابوذة هذا حدالة هذاك متحف لأن النابوذة موجودة عباً هذا عدالة عدالة بيقوم نابوذة هو هناك طرف و من بينهم مسجد هو عطار فيه سلام عليك معلوماتك جيدة في 2 ديسمبر يحتفلوا فيه طبعا يقام في كل المعارض كل الاحتفاليات أحضرنا في هذا المكان سلام عليك طبعا هذا المكان جدا جميل و فيه أنشطة أيضا أجمل وأجمل يقدمها الإدارة في هذا المكان طيب حين دورت عاد دور يانيرا بختار لك أنا سؤال عاد من عندي شو تختارين؟ في النص أشوف الصندوق اللي في الوسط و خير الأمور شو؟ الوسط الوسط و نشوف سؤالت شي يقول الآن عاد هو نقطة عندك أنت لازم تجاوبينها عسبة تكون عندك بعد نقطة لا إن شاء الله تعتبر من أحدث الحدائق في إمارة الشارقة تم افتتاحها في إبريل عام 1990 تبلغ مساحتها حوالي 22.3 هكتار تحتوي عدد كبير من الأشجار النخيل و الزهور و الأشجار الزينة و تضم العديد من الألعاب و وسائل الترفيه للأطفال نجابه للمطار اللي هي؟ حديقة شو اسم الحديقة؟ حديقة حديقة في الشارجة معروفة و الناس كلها تسيرها و تستانس فيها و فيها أشياء كثيرة جدا حديقة أنزي أعطيك اختيارات؟ لا لحظة أقول لكم لحظة أعيدك شلل لها لا لا الماء هي حديقة حديثة يعني في كل ما فيها بعد شيء حديث لكن تم افتتاحها في عام 1990 في إمارة الشارجة و فيها أمور كثيرة جدا من النخيل و الزهور و الأشجار و فيها لعاب و سائل ترفيه حتى للأطفال و سيرونها الناس كل أسبوع هي وجهة سياحية في إمارة الشارجة ها والله عاد انتوا خبروني ها يلا أخطفي الإجابة ها بالأحمر بالأحمر لونها المجاز ها 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 بالأحمر ها المجاز المجاز يا سلام عليك يا سلام عليك إجابة صحيحة طيب السؤال الأخير هو اللي راح يفصل ما بين الفائز و الخسران و السؤال أنا راح أختاره نشوف السؤال شو راح يكون إن شاء الله ما يكون صعب أنا بس عليه طعم رج أنت تاج رأس دوم فائزة طعم رج دوم فائزة السؤال الأخير يقول هو اللي حدد الفائز نعم تعتبر من الجمعيات الفنية التي يجتمع بها عدد من المسرحيين و اتخذت من بيت محمد بن جاسم المدفع في إمارة الشارقة مقرا رئيسيا لها تعمل على أعداد جيل ملم بالآداب المسرحية وتعد مؤسسة واعدة لديها خطط طموحة داعمة للحرية المسرحية و للحراك المسرحي و تمكين الفنانين العاملين في مجال المسرح و تسجيع المواهب الجليدة فما اسم هذا المكان جمعية شو سهلة جمعية الفنون لا جمعية المسرحيين يا سلام عليك جمعية المسرحيين فعلا يا سلام عليك هي جمعية المسرحيين فعلا اللي يضم عدد كريم الفنانين وتخير الرج أجيال الفوز لتش ناموس لتش ناموس لتش ناموس أيضا هي ماشي خراص هي شكرا يا واقف و بوي لا بروح تسيحن تسيحن ها؟ خراص الآن فنانتنا رزيقة طارش أنا شكرا لتش على حضورك و قبولك دعوتنا اليوم والله العظيم استمتعت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في وجودك في روحك الجميلة بفكاهتك الأجمل الله سلام و حضورك اللي أمتعنا جميعا أمانتا شكرا لتش مشكورين و ما قصرتو و هذا أنا اعتبره هذا اللقاء التاج على راسي الله سلامك والله أنت لي تاج عارو سلام في ظل سمو الشيخ الوالد الدكتور سلطان القاسمي الله يحب اللي ما قصر علينا في أي صغيره ولا كبيره صحيح و نتمنى له و أنا أتمنى له طولة العمر و يخليه آمين يا رب إن شاء الله عم العالمين ما قصرتك فنان الجميل ياظر شكرا لك على هذا الحضور شكرا لك على هذه الروح الجميلة و نتمنى لك توفيق في حياتك العملية إن شاء الله القادمة الله يعطيك صح و العافية شكرا جزيلا أني يتال مكان و لبيت هذه الدعوة و شكرا من أعماق قلبي أني أوقف أدال مسلتنا القديرة رزيقة طارش الله يعطيك صح و العافية شكرا لخلف الكواليس صحيح نعم هذه الجنود هم الخفيين صحيح و شكرا للاداء كلهم الله يعطيكم صحيح و العافية نحن نتشرف أني هذا ما قصرت و الله يبجيكم آمين ما قصرتكم إذن مشاهدينا في هذه اللحظات نصل لختام حلقتنا من برنامج علومكم إن شاء الله ملتقاني الجدد في حلقة يديدة الأسبوع القادم في نفس التوقيت و مع ضيوف ميزين آخرين إلى ذاك الحين تقبل تحياتي أخوكم عمر أحمد و تحيات جميع طاقم العمل و دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة